يذاكر دروسه عن معركة حطين ويقاتل في معركة أخرى لا تقل ضراوة فادي طالب في الصف الخامس من المرحلة الأساسية هو لا يطلب الكثير لكن بعض القليل قد لا تجود به الحياة أحيانا شكرا من الدراسة ويبتع من المرأة تلك هي أحلامه التي لا تغادر أبجديات الحقوق لكن هل يستطيع بلوغ الهدف؟ ينتمي هذا الطفل لكسرة نزحت من مدينة تعز إلى إحدى قرى المقاطرة لكن المشكلة كانت أشد وقعا من مجرد النزوح كنا كامل الأسرة ساكنين في تعز مع الحرب والأوضاع هذه نزحنا إلى هنا وزوجتي مصابة السرطان وقمنا بمعالجتهم من فاعلين الخير والأبن لحد الآن ما عادوا ما قدرناش نعالجه الوضع المادي اللي نحن فيه والوضع والأزمة اللي حصلت بالبلاد كامل تركتنا نحن بهذه الحالة يعيش فادي وأمه وابن عمها حالة مرضية مستعصية باغتتهم بعدما استقروا في هذه القرية المليئة بالحالات المشابهة خطران يداهمان حياة هذه الأسرة خطر الوباء السرطاني الفتاك وخطر الإهمال الحكومي ووضعهم المعيشي الصعب على أمل أن تلتفت إليهم الجهات الرسمية أو المنظمات الإنسانية أو حتى فاعلية الخير لإنقاذ حياتهم فواز الحمادي قناة بلقيس من عزلة الدنيا القيشة بمديرية المقاطرة لحق